من جديد يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هوايته في جذب أنظار العالم عبر قرارات أو تصريحات مثيرة للجدل اختار ترامب هذه المرة أمراً ربما سيكون له بالغ الأثر على الميزانيات الدفاعية في مختلف أنحاء العالم فألمح إلى عزمه الانسحاب من معاهدة السلاح النووي الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق في عام 1987 الرئيس الأمريكي برر نيته هذه بالقول إن روسيا لم تحترم المعاهدة وتنتهكها منذ سنوات عديدة مؤكداً أن واشنطن لن تسمح لروسيا بانتهاك اتفاقية نووية والخروج وتصنيع أسلحة في الوقت الذي يمنع الأمريكيون من ذلك إدارة ترامب كانت انتقدت نشر موسكو منظومة صاروخية يتجاوز مداها بحسب واشنطن 500 كم ما يشكل انتهاكاً للمعاهدة بينما قالت روسيا إن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاقية بنشرها منصات إطلاق صواريخ من طراز أمكي 41 على أراضي رومانيا وبولندا وتكمن خطورة تصريحات ترامب حسب ما يرى محللون في أنها تفتح الباب على مصر عيه أمام مرحلة جديدة من سباق التسلح المحموم الرامي إلى تطوير وإنتاج الأسلحة النووية ليس فقط بين واشنطن وموسكو بل كذلك بين حلفائهما ما يدفع العالم دفعاً نحو حرب باردة تزيد من وطيرة الصراعات المحتدمة أساساً في أنحاء العالم وتهيئ الأجواء لنشوب صراعات جديدة السياسة الدفاعية الأمريكية في آسيا ربما تكون أكبر المتأثرين بقرار ترامب المزمع اتخاذه حيث من المتوقع ينفق البنتاجون مزيداً من المليارات لتأمين الولايات المتحدة في مواجهة المنافس استراتيجي الجديد في بكين حيث لا يتوقع أن تنأ الصين بنفسها عن ذلك السباق لا سيما وترامب يخوض معها حالياً حرباً تجارية أمام تلك التطورات فإن المجتمع الدولي في رأي المحللين سيكون عليه تحمل المسؤولية في كبح جماح الرئيس الأمريكي الذي ربما لم ينجح في شيء قدر نجاحه في إثارة الأزمات وإشعال الحرائق حول العالم